سلام عليكم إيران وجهت ضربة خاطفة لإسرائيل في الثمانية وأربعين ساعة الماضية الضربة جاءت مباشرة ضد أحد ناقلات النفط الإسرائيلية وتحديدا هذه الناقلة التي ترونها هي التي ضربت وهي بيسيفك زيكرون التابعة لهذه الشركة وهي إيسترين بيسيفك شيبينغ هذه الشركة هي مملوكة من أحد رجال الأعمال الإسرائيليين وهو الملياردير عيدان عفر بعد ظهور هذه الأنباء السريعة بأن هناك ناقلة نفط إسرائيلية قد ضربت مباشرة هذه الشركة لم تتأخر وأصدرت بيانا وأكدت فعلا بأنها تعرضت أو إحدى ناقلاتهم قد تعرضت فعلا إلى ضربة وإلى هجوم ونقلوا تفاصيل مهمة يجب أن ننتبه إليها لأنها ستوضح الكثير مما جرى وما تحدثت عنه هذه الشركة في حقيقة الأمر بأن الناقلة قد ضربت قبالة سواحل عمان على مسافة ما يقارب المئة وخمسين ميلا نتحدث هنا عن تقريبا مئتين وواحد وأربعين كيلو مترا وقالت بأن الضربة جاءت من قبل مقذوف بمعنى آخر صاروخ هو الذي ضرب هذه الناقلة وفعلا أن هذه الناقلة قد أصيبت ولكنهم قالوا في نفس الوقت بأن الإصابة لم تكن مؤثرة للغاية فعلا كانت هناك أضرار ولكن أضرار طفيفة لم يقتل أحد لم يجرح أحد وهذه الناقلة استمرت في مسيرها بشكل طبيعي ولكن بعد ذلك الأنباء بدأت تتغير وبدأ مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية يتحدثون حتى مصادر بحرية موجودة في هذه المنطقة مطلعة صرحوا للأسوشيتيت بريس لوكالة رويترز وقالوا في حقيقة الأمر أن الهجوم لم يكن بصاروخ ولكنه كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع وبعد ذلك قطعت القيادة المركزية الأمريكية الشك باليقين وقالت بأن طائرة مسيرة من صناعة إيرانية مفخخة تذهب باتجاه واحد من سلسلة شاهد هي التي ضربت هذه الناقلة واتهموا إيران بشكل مباشر جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيانا للبيت الأبيض أيضا أكد هذه التفاصيل وما جرى بهذا الشكل وبهذه الطريقة بل إن مسؤولا إسرائيليا قد صرح إلى جروزولم بوست قال نوع الطائرة المسيرة التي قامت بهذا الهجوم هي من نوع شاهد 136 الطائرة المهمة للغاية والمؤثرة للغاية التي تصل مدياتها إلى 2000 كيلومتر وهي تلعب أدوارا كبيرة أساسا في الحرب الروسية الأوكرانية هي التي كانت خلف هذا الهجوم بحسب هذه الاتهامات وبهذه الأوصاف وطبعا موقع تانكر تراكرز أضاف معلومات مهمة عن هذه الناقلة وقال هذا الموقع بأن هذه الناقلة كانت تحمل 42 ألف طن متري من الوقود أي إنها حمولة كبيرة وإنها كانت قادمة من إحدى الموانئ في عمان متوجهة إلى بوينس آيرس في الأرجنتين كيف تمت هذه العملية؟ كيف ضربت هذه الناقلة؟ ما هي التفاصيل التي جاءت في هذه المسألة؟ هذه القضية تفاصيلها نشرت من عدد من الأطراف والمصادر وهذه واحدة من المصادر المهمة لهذا الحساب الاستخباري الذي يتابع تماما جميع ما ينقل أو جميع ما يدور من الناقلات النفطية وتحديدا الإيرانية التي يركز عليها وهو استخبارات 1800 دينيس كان قد تحدث بشكل واضح بأن الميناء الموجود في عمان ودعونا نذهب إلى عمان هذه عمان الميناء هو ميناء صحار كانت الناقلة تتواجد في هذا الميناء وكانت تتواجد في هذه النقطة تحديدا في الرابع عشر من نوفمبر قبل أن تتوجه مباشرة وتتعرض لهذه الضربة وهي تسير إلى بوينس آيرس وهذه الصورة التي نشرها لهذه الناقلة كما تلاحظون نفس الموقع بالضبط الذي أشار إليه بأنها في الرابع عشر من نوفمبر كانت متوقفة أي قبل ثلاثة أيام كانت متوقفة بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب وكذلك هو تمكن من تحديد الموقع الذي ضربت فيه هذه الناقلة وسأشير لكم الآن بالإحداثيات التي أشار لها وأكد بأن النقطة تقريبا بحسب الإحداثيات التي نشرها تأتي بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه طبعا لو حاولنا أن نحسب السواحل العمانية بالضبط كما هو نشرها سنلاحظ بأن المسافة كبيرة تأتي إلى ما يقارب ثلاثمائة وسبعين كيلو مترا أو حتى أربعمائة كيلو مترا نوعا ما يتناقض مع ما تحدثت عنه الشركة المالكة لهذه الناقلة حيث أنها تحدثت كما تذكرنا أو كما ذكرنا عفوا بأنها كانت على مسافة مائة وخمسين ميلا أي مائتين وواحد وأربعين كيلو مترا تقريبا بهذه النقطة ولكننا تقريبا بنفس الاتجاه ما اتفق معه المصدر الآخر الذي اتفق معه هذا الخبير هو مصدر ليس عاديا أبدا بل أنها بلومبرغ التي تتبعت هذه الناقلة ونشرت الصورة الخاصة بهذه الناقلة حتى لحظة الضربة التي تعرضت لها والواضح بأنها وصلت إلى ميناء صحار في عمان تقدمت بهذا الشكل وبعدها تعرضت إلى الضربة لاحظوا نحن نتحدث عن نفس الموقع تقريبا هذه هي الأراضي العمانية التي ترونها وبالتالي نحن أمام أكثر من مصدر يوضح بأن الناقلة قد ضربت بهذا الاتجاه من من الممكن أن يكون خلف هذه الضربة هل هي إيران هل هي جماعة الحوثي هل جاءت مثلا من العراق كيف جاءت هذه الضربة الآن لو ذهبنا إلى اليمن باعتبار ممكن جماعة الحوثي هي التي قامت بهذه الضربة هذه هي خريطة اليمن التي ترونها اللون الأحمر هنا هي مناطق سيطرة جماعة الحوثي وإذا ما أخذنا آخر نقطة لتواجد جماعة الحوثي واعتبرنا بأن الطائرة من الممكن هذه الطائرة المهمة جدا التي يصل مدها إلى 2000 كيلومتر انطلقت من آخر نقطة هنا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي ووصلت إلى الإحداثيات التي ذكرتها بلومبرغ وذكرها هذا الخبير وهو استخبارات 1800 دينيز فإن هذه المسافة بعيدة للغاية مسافة كبيرة للغاية هذه أكثر من 2000 كيلومتر كذلك يجب أن نتذكر أن الطائرات المسيرة لجماعة الحوثية لا تنطلق من آخر نقطة لا تنطلق من مناطق التماس مع الحكومة الشرعية اليمنية بالتالي هي من الممكن أن تنطلق من مناطق مؤمنة بالنسبة إليهم لكي يطلقوها وبالتالي عمليا هذه الطائرة لا يمكن لها أن تنطلق من هذه المناطق لكي تسبب أو تحقق مثل هذه الضربات التي تأتي بهذا الاتجاه وأيضا يجب أن نتذكر بأنها كانت قادمة من ميناء صحار الذي تحدثنا عنه من هذا الاتجاه وبالتالي الاتجاه لا يتوافق مع طبيعة تتبع جماعة الحوثي لهذه النقطة أو حتى لمدى هذه الطائرة حتى وإن أفترضنا أنها جاءت من العراق صعب للغاية لهذه الطائرة على المستوى العملي أن تأتي بهذا الشكل وإن كانت المسافة تصل إلى ما يقارب 1600 كيلو مترا ولكن عليها تعدي الكثير الكويت الإمارات العربية المتحدة قطر الأسطول الأمريكية الخامس صعب للغاية أن تأخذ كل هذا الطريق حتى على المستوى العملية العسكري صعب للغاية أن تأخذ هذا الطريق وأن نفترض هذه الافتراضية ولكن إذا ما حسبنا هذه المسافة من الأراضي الإيرانية مباشرة فإن المسافة لا تأخذ من الأراضي الإيرانية إلا ما يقارب الـ 440 كيلو مترا فقط لكي تصيب هذه المنطقة وبالتالي السؤال هنا يطرح من أين من الممكن أن تكون قد انطلقت هل هناك قاعدة بهذا الاتجاه قاعدة فيها طائرات مسيرة على سبيل المثال ممكن أن نعتمد عليها نعم دعونا نقترب الآن من إيران من هذه المنطقة التي افترضناها الآن هنا مدينة شاباهار لنقترب من هنا من هذه القاعدة وهي قاعدة شاباهار هذه القاعدة كانت فيها الكثير من التحركات للطائرات المسيرة الإيرانية إذا ما اختربنا من هذه النقطة في عام 2020 في يونيو وفي أبريل الماضي كانت هناك عددا من اللقطات مثلا في يونيو عام 2020 ستلاحظون هنا طائرة مسيرة وكذلك في أبريل أيضا من عام 2020 هذه طائرة مسيرة أخرى وبالتالي الواضح جدا أن شاباهار قد تكون هي المنطقة الأقرب إلى حقيقة بأنها حققت هذه الضربة التي نذكرها لكم وعلى هذا الأساس كل شيء منطقي أن تكون الطائرة قد انطلقت من هذه النقطة وحققت الضربة من دون أي مشاكل بالنسبة إليها مع اعتبار أن الناقلة قد تحركت بهذا الاتجاه من ميناء صحار الذي تحدثنا عنه وهذه القاعدة سبق وأن وضعت عليها اتهامات العام الماضي من ناقلة أخرى أيضا إسرائيلية وهي ناقلة ميرسر ستريت التي وصلت وكانت تسير بهذا الشكل عكس هذه الناقلة بمجرد ما بدأت تصل إلى مناطق وإلى سواحل عمان تعرضت إلى ضربة وميناء أو قاعدة شاباهار كانت هي تحت الاتهام هذه هي ميرسر ستريت التي ضربت بطائرة مسيرة إيرانية أيضا من شاهد 136 المفخخة نفس الطائرة الآن التي تحدثت عنها الكثير من المصادر التي ذكرناها لكم وهذه الضربة طبعا أدت إلى مقتل عنصرين من العاملين فيها من الأوروبيين في ميرسر ستريت الإسرائيلية كانت الضربة كبيرة للغاية وطبعا البي بي سي في حينها البريطانية قد ثبتت أين النقطة التي ضربت فيها ميرسر ستريت وستلاحظ بأن النقطة التي ضربت بها أمام سواحل عمان هي قريبة للغاية من النقطة التي نتحدث عنها اليوم التي ضربت فيها هذه الناقلة وهي بسيفك زيكرون التي ضربت طبعا والحديث الكبير الذي جاء عنها وبالتالي واضح جدا أنها في متناول اليد بالنسبة لقاعدة شابهار وبالتالي قاعدة شابهار قد تكون فعلا قد قامت بهذه الضربة بهذه الطريقة هذا الهجوم الذي جاء على هذه الناقلة الإسرائيلية بسيفك زيكرون يأتي في توقيته مثيرا للغاية يأتي في توقيت بعد سبعة أيام من حدث كبير قد جاء على الحدود العراقية السورية وهذا الحدث الذي جاء بهذا الشكل ضد ناقلات للمازوت كانت قادمة من إيران مباشرة إلى لبنان على المستوى البري دخلت العراق خرجت من الحدود العراقية بمجرد من خروجها من الحدود العراقية وبصولها إلى الأراضي السورية وهناك ما تلاحظون صورة الرئيس السوري بشار الأسد ضربت مباشرة هذه الناقلات بضربة كبيرة للغاية أدت هذه الضربة طبعا إلى تدمير أغلب هذه الناقلات إلى مقتل 25 شخصا التقارير تحدثت عن مقتل تسعة إيرانيين من منهم موجودين في هذه الناقلات وكانت هناك تقارير طبعا كثيرة تحدثت بأنه مازوت كانت إيران تنقله مباشرة بريا إلى العراق إلى سوريا مباشرة إلى لبنان لمساعدة الشعب اللبناني تقارير أخرى متضاربة مع هذه الأنباء التي ذكرتها لكم قالت بأن هناك سلاحا كان ينقل وبالتالي كان هناك تضاربا وحتى هذه اللحظة هذا التضارب موجود ولكن ما تم الاتفاق عليه من هذه الأنباء بأن هذه الضربة هي لم تكن أمريكية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بشكل مباشر بأنها ليست مسؤولة عن هذه الضربة والاتفاق كان من جميع الأنباء رغم تضارب المعلومات بأن إسرائيل كانت خلف هذه الضربة وبالتالي تبدو وكأن هذه الناقلة التي ضربت قبالة سواحل عمان هي انتقام لهذه الضربة لأنها جاءت بعد سبعة أيام فقط الضربة هنا في الثامن من نوفمبر الضربة التي جاءت على الناقلة النفطية التي نتحدث عنها كانت في ليلة الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر في الثمانية وأربعين ساعة الماضية وطبعا بالنسبة لإيران على المستوى الرسمي بحسب موقع نور نيوز على سبيل المثال المقرب من المجلس القومي الإيراني مجلس الأمن القومي الإيراني قالت بأننا لسنا مسؤولون عن هذه المسألة نحن لم نقم بمهاجمة هذه الناقلة النفطية الإسرائيلية إسرائيل هي من قامت بمهاجمة هذه الناقلة خاصة ونحن على بعد أيام قليلة من بدء كأس العالم وهي تريد أن تصعد وهي تريد أن تثير هذه الأمور وحتى وإن كانت ويجب أن ننتبه حتى وإن كانت إيران خلف هذه المسألة فمن الصعب جدا لإيران أن تتبنى هذه العملية خاصة وأن هناك ضغط كبير هذه الأيام على إيران في ظل انخراطها في الحرب الروسية الأوكرانية كذلك أيضا في ظل فشل المفاوضات النووية عدم وصولها إلى طريق أيضا تظاهرات كبيرة جدا تأتي في الداخل الإيراني هنا كما تلاحظون هذا حتى يوم أمس هذا التقرير قادم من يوم أمس عن طبيعة التظاهرات والمدن التي تتظاهر في الداخل الإيراني من قبل معهد دراسات الحرب والكريتيكول ثريت وضحت التقارير لاحظ كيف المحافظات انفجرت بهذه التظاهرات بالتالي ضغط كبير استثمار كبير أمريكي أوروبي إعلامي وغيرها يركز على هذه التظاهرات وإيران تشعر في الداخل بالضغط من هذه التظاهرات وبالتالي تبنيها لمسألة ضرب هذه الناقلات على سبيل المثال أو هذه الناقلة النفطية الإسرائيلية قد يزيد من الطين بلى ويزيد من الضغط عليها وهي قد تكون في غناء عن هذا الأمر تماما خاصة وأن هناك ضغطا كبيرا على المستوى الاستخباري البريطاني هنا كين مكولوم وهو مدير المخابرات الداخلية البريطانية الـ MI5 كان قد نشر معلومات خطيرة للغاية هذا الرجل قال منذ يناير هذا العام منذ يناير من هذا العام حتى نوفمبر كانت هناك محاولات إيرانية خطيرة من المخابرات الإيرانية على الأقل عشرة محاولات لاختطاف أو اختيال مواطنين بريطانيين في داخل بريطانيا ولاحظ هذا التقرير يأتي يوم أمس أيضا كان هناك تقريرا آخرا نشر أيضا قبل يومين في الخامس عشر من نوفمبر من قبل إيران انترناشنال تحدثت وبشكل رسمي وفعلا جورجيا قد أعلنت عن هذه المسألة بأن كانت هناك محاولات إيرانية لاختيال أحد رجال الأعمال الإسرائيليين الموجودين في جورجيا وبالتالي هناك زخم كبير مواجهة كبيرة يبدو بأن حرب الظل قد عادت مرة أخرى اشتركوا في القناة